موسيقى السلام عليكم و الحمد لله و بركاته محبا بكم سيسيات مطبخه من نضال و محبا بكم في فيديو جديد و وصفه جديد صنع اليوم هي وصفه الموثلة الموثلة وصفه الرائعة والتي سنسميه الوصفة الفطور الصحي و المتوازن اللي تقدروا سعطوه الوديداتكم و انتم مأنيين انهم خدوا يعني الكفاية لهم في البروتين في الفيتامين انه يكون غني جدا وهنا بغيت نشير انه هنا وصفه الموثلة او الوصفه الرائعة مقادرهم نفسها فقط الموثلة يكون هكذا على شكل الحبوب اللي تتخلط مع الياورت او الحليب والقرانولا اللي كان قد اضفنا فيها يعني كمية العسل و كمية الزبدة او المدات دهنية باش نجمالينا و نقطعها القيطة باش يجوها كذباخ اللي او لا كنشكلهم على شكل قريات اللي يتكالو كيفما هما في نفس الوقت يعني حتى المسلم ممكن ناكلوه كيفما هو يكون يعني كما قلت لكم على شكل حبوب فنخليكونا بتشوفون مقادر طريقة تحضر و فورجة ممتعة ببراكة الله هنا كما تشوفون عندي فواكيل الجفة عندي الكاج و عندي الانوازات عندي القرقاع و عندي اللوز كما تشوفون هنا بالقشرة فهذه ستشيلك فيها مجموعة هذا المجموعة او هذا الانواز للفواكيل الجفة كتبع في حلاكة فممكن تدروا اللوز يعني بالقشرة عادي و تبقى صحي اكتر هنا قد نضيف شوية القرقاع فهنا خلطوا الفواكيل الجفة اللي متوفرة عندكم و هنا اجبتكم هذا الوصفة مع هاد الايام العاشرة اللي كتكون هكا دنان فاكية قدر فستغلوا و اخذوا من الفاكية و جربوا هذا الوصال لانه فعلا تستحق الجريبة ستجربوها و سترحموني عليها و ستغطوا مع ولداتكم اللي سيبدأ و يفضرون لكم فانضفت هنا القرقاع فم مشكلة الكيمية يعني الكيمية اللي بغيتو او اللي متوفر عندكم نضيف القرقاع اللي عندي دجا كيمية اخرى نضيف الكاجو كما قلت لكم ممكن تضيفوا اي حاجة عندكم مثلا كوكو و نقطعهم هنا القيطة فما كانت تحنهم لانه لانه لتحنهم كي تلقونا البودرة و احنا ما بغيناش البودرة بغينا فقط قيطة هنا ايضا غنضيف المشماش مجفف هو اللي غنقطع القيطة ايضا شوية الزبيب و نضيف هنا عندي هاد الوحدة اللي مخلط فيه كما كتشوفو هنا الموز مشفاف لا بغيكو او للمشماش الكوكتة هو قيطة كما كتشوفو نضيفه كيف ما هو لانه مقطع دجا و عندي هاد الفواكه الحمراء تهياء اللي غنضيفها و عندي هنا الموز اللي غنكسره باش يعطني قيطعة صغيرة فهنا ممكن نضيفه موز طري يعني و لكن تل اخر مرحلة فش هتبغي تخلو الفرد كتقطعوه القيطة او للمربعات و كتضيفه يعني نحت الفواكه يعني الفواكه العادية طرية ممكن انكم تضيفها فقط يعني تل اخر مرحلة هاد نقطع دبا المشماش القيطة والبرقوق تهو هنقطع القيطة و هاد نضيفه ثم نضيف زنجلان نضيف كمية كبيرة لانه غنية جدا و مفيد لصحة جلولتاتكم نضيف رقائق شوفان ثم الاغنيين فقلت لكم يعني وصبة غنية جدا بالنسبة نضيف ايضا هنا كما تشوفو زرعة يعني انواب جوز زرعة القرعة و زرعة النور الشمس و هنا عندي زرعة الكتن فما غديش نضيفها لش لانه كنا نعرفو ان زرعة الكتن إذا عرضنا هذه الحرارة خصوصا من حرارة مرتبعية يعني تفوت واحد درجة فهنا تسمم فهنا لا أريد أن نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها لانه كما نضيفها و سوف نضيفها مباشرة من خرج الأنية من الفرن سوف نضيفها و سوف نحركها مع هذه المكونات و هي بقى سخونة هنا ايضا شوية الشريحة التي سوف نقطع القيطة ممكن تضيفها تمر ولكن سوف نقطعها لانه يوجد المشماج و البرقخ بالنسبة للشريحة و بالنسبة للشريحة فهذا يجب بكونات حلوان فيهم نسبة الحلوة أو مثلين فما تعرضوا الحرارة و أقساحوا فأناك السكارة أو الأسل اللي فيهم يتحجر هنا اما سوف نضيفهم من الأول و نضيفهم لكي لا تنسووا الآن لان يديكم في الفرن مدة طويلة او لا خليكم احتد تقريب ان تفوت واحد عشر دقائق او لا 15 دقيقة والان يديكم في الفرن عاد ضيفوهم باش هكذا ما يقصحوش لكم يعني هذه فقط ناصيحة هنا بالله سنزيد شيئا الشوفان والزنجلان طلطة المكوينات مع بعضها مزيدة ونحتفظ بالانية للجنب ونكمل الوصفة هذه المرحلة تبقى اختيارية اما هنا تأخذ هذه المكوينات تبرشوها في انية الفرن ودخلوها الفرن على حرارة 150-160 درجة وانتم تقابلوها تقريبا 25-30 دقيقة حتى تنشف لكم او لا تتحمر لكم هذه المكوينات او لا ستتبع معي فانا سنضيف لاسل سنضيف الحلاوة لهذه المكوينات لانه في فطور الصباح وخصوصا الدراري يبقى الحاجات تكون حلوة سنضيف هنا لاسل لانه مثلا سنخلطهم انا مع الحليب او الياورت سنخلطهم مع ياورت طبيعي او الياورت سنضيف حلوة سنضيف حلوة سنضيف حلوة سنضيف حلوة سنضيف حلوة جيدة دائما في وصفة صحية سنضيف معلقة كبيرة عمرة سنضيف حلوة سنضيف حلوة سنضيف عليها مع القيش حلوة في مكوينة سنضيف الحلوة سنضيف الخالد فهنا سنضيف حلوة فواكيه نطريا ولكن هنا الآخر لا نضيفها بالأول علاج لأنه تطلق لنا الماء إذا بقتها كفا مع هذه المكونات واحد المدة تطلق لنا الماء وتميهر لنا هذه المكونات فهنا حتى نضيفها مثلا البانان الفرنبواز الميرتي يعني هكذا أشياء الخوخ مثلا تقطعوا تول قطع نحرك مزيان وكما كنت لكم ممكن نضيفها بالإضافة وكتبعوا في الأسل كتبعوا في الحلاوة مثلا مثلا البلد فطو وكتبعوا في الشريحة نطلق المكونات أو هذا الخليط الذي نفرحه في الأنيه الفرن نصرحه جيدا ونضيف قليلا الماء هو الذي نتوفر عندي سوف نقوم بها كما تريد في الأخير سوف ندخل الأنيه الفرن المسخم من قبل الـ 150-160 درجة ثم نقوم بها ثم نقوم بها نقوم بها وفي كل مرة نحركها لكي نتحمر في نفس الوقت من الجهات كاملة لم تتحمر بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها وفي نفس الوقت حتى هذا الماء سوف نشف أو لا يجفف سوف ندخلها ونكمل الوصفة إذا هذه زرية الكتنة التي لكم سوف نقوم بها لجنب وشوكولة فنضيف الشوكولة لأسود للموسلي طبعا سوف نقوم بشوكولة أسود نوع جيد وغنيب بالكاكاو كما ترى هنا في البكية فالنسبة من الكاكاو أو النسبة من الكاكاو سوف نقطع القطعة الصغيرة أو المربعة الصغيرة وسوف نضيف علاج نب هنا سوف تخرج الأنية من الفرن كما قلت لكم مباشرة سوف نضيف لها زرية الكتنة ومن بعد أن يبرد سوف نضيف هذه القطعة الشوكولة هنا بالنسبة للغرنولة فنضيف الشوكولة في الأول لكي تحتوي يدوب ويجمع المكونات ويعطينا قطعة واحدة هنا تفكرت عندي هذا البرتقال المجفف سوف نقطع القطعة ونضيف هنا دخلت الأنية للفرن سوف نضيف هنا كما ترون كل مرة نحرك هنا النار على 150 درجة فأخذ لي أكثر من 25 دقيقة فحسبوا لي بين 30 أو 40 دقيقة كما ترون المكونات تحمر كما ترون نضيف لكي تحتوي 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 هنا الميس الذي يوجد كما ترون محمرة ومقرمش رائع جدا سوف نضيف مباشرة بعد المخرج سوف نضيف زرية الكتن ونحرك مباشرة كما ترون كما ترون الماء الذي يضفت في الأخير كما ترون جميع تجفف أو هذا الماء الذي يوجد كله تبخ سنجعله برد جيدا ونضيف هنا بعد ما بردنا سوف نعمر هنا من الأفضل قرعة الزج لكما تكون محفظة عليها نضيف من خليط الميسلي ونضيف خليط الشوكولات هنا الخليط برد لكما تضغب لنا نحرك ونضيف الميسلي والشوكولات نعمر هذه كمية لكما ترون لكما ترون الشوكولات مع الميسلي لكما ترون كانت استمرت القرعة جيدة وستمرت بها وكانت تبقى كيفية مفترة لكما ترون سوف نجعلكم كيفية أخرجت بها فطر صحي جدا ومتكامل عالى بركة الله هذا الصباح كان موجود فطر وقالت لكما ترون لكما ترون الفطر في هذا الفواكه يعني تشعر انه غني متكامل وصحي في نفس الوقت فنأخذ ياغورت من الافضل ياغورت طبيعي يعني بدون سكر فأخذت هذا هذا بمضاق لكم ونأخذوا اي ياغورت طبيعي عندكم ممكن تأخذوا اي ياغورت بسكر يعني هكذا لو أريدوا وصفة صحية أو لحد الناس الذين يديروا هكذا الريجيم فستعملوا هكذا ياغورت طبيعي نوضع الياغورت هكذا في طبق يكون غارق او لاف زليفة بول في الجهة نوضع الياغورت والجهة المقبلة نوضع الفواكه فواكه طريعي المطفرة وحكذا بنتهم وفوق من الياغورت فنوضع المثلة كما تشاهدون بعد الشكل فصراحة فطور جلديد وايضا متكامل وصحي وبنسبة الويداتكم فهكذا المبوشت اللي يفروي في الصبح فممكن تضيروه بياغورت تخلطوه اليوم مع المسلي هنا ممكن تضيفو الكمفيتور هكذا اللي يبغي الفلاوة اكثر في صبح يضيف شوية الكمفيتور أو الاسل فهكا الكمفيتور الميرتي يوجد الفريز الفرمبوزة يجيو رائعين وهكذا الفطور جلديد لقد ترى انها الفطور جلديد وهذه الوصفة جلديد كما تشاهدون نرى دهجة دهجة تضرب فيها أكثر من نصف فعلا وصفة فعلا وصفة وصفة جلديد نتمنى انكم تجربوها كما تكون مرافقوها مع الياوورت أو الحليب يعني حتى هكذا يقدروا تعطوها الوديداتكم يكلوها في حلقة هكذا فكتجيل جلديد ومع تقرميشة المكونات فكتعجبهم بزف والإضافة دية الشكورة فغنية غنية جدا نتمنى الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها وانا في انتظار وإلى الفيديو آخر إن شاء الله قدومتم في رايات الله ترجمة نانسي قنقر